بسم الله الرحمن الرحيم تصريحي يخص وزارة الداخلية متعلق في ست مواضيع أولها بالنسبة للترقيات بالفترة الأخيرة والذي شمل عديد من الضباط له كالآتي ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم أتوقع أنه لا يوجد إشكالي في هذا الموضوع ولكن أيضا يفترض إعادة التأكد من باب الحيطة إنما أنا أؤكد على ترقية من المقدم إلى عقيد وهو كالآتي كان العدد يفوق الثلاثمية واختاره المئة واحد نسأل وزيرة الداخلية ونرح أتابع هذا الموضوع والمواضيع التي سوف أذكرها بناء على أسئلة برلمانية وكذلك تقديم بعض الاختراحات حتى لو كان الأمر بالاختيار ما هو الأسس والمعايير والضوابط لتم بناء عليها الاختيار خاصة إذا تم دش الإحباط لأي ضابط مما يؤدي إلى التراجع والإحباط بشكل عام ولا أحد يقبل إلا بالعدل والمساوات وعدم الظلم أنا ما بأسبق وأحط الاتهام مسبقا لكن يفترض مراجعة هذا الأمر من باب الحيطة والحذر كما ذكرت إذا دخل الإحباط للعسكريين بالتالي يعود سلباً على المؤسسة العسكرية وأتكلم تحديداً وزارة الداخلية أما النقطة الثانية بخصوص طلب الضباط إقبلوا 890 إلى الآن ما تم التحاقهم في كلية سعدة العبدالله نحن نقول حق الوزير إلى متى في سنة 2016 وقفوا القبول 2017 إقبلوا لكن يتمون قريب السنة أولاً تعطلوا طافة فرص ممكن كان يقدم على كليات على الجامعة على وظيفة أخرى إلى متى ما يتم القبول هذه مسؤولية وزير الداخلية بل العدد الذي قبل 98 عادة يقبلون بحدود 300 350 ويفوق الأربعمية والكلية سستحمل 454 قبلت عدد زايد تتحمل مسؤولياتك يفترض أن يباشر مهامهم يلتحقون في الكلية فلهذا الأمر وزير الداخلية يسلط الضوء على القضيتين بالنسبة للترقيات الذكرتها وكذلك التحاق طلب الضباط إلى كلية سعد العبدالله وأيضا بالنسبة لإدارة العامة للتحقيقات حسب علمي تقريبا تجاوز الثلاث سنوات ما تم وضع إعلان ولا تم قبول أحد وذكرت لوزير الداخلية هذا الأمر وذكر لي أنه ماشي بالإجراءات ولكن بإجراءات حقيقية يتم تفعيلها على أرض الواقع وأيضا المدعين العامين هذا كتاب بتاريخ ثمانية ثلاثة 2017 مر عليه تقريبا سنة لتم إحالتهم للتقاعد كانوا كيفين نفسهم على راتب معين أحلتهم للتقاعد بالتالي أنا أدري أنها كانت بفترة قبل لا تتولى الوزارة اليوم أيضا من مسؤوليتك كانت ملون راتب معين وعندهم التزامات وأخصات وأمور مالية ونزل راتبهم أنتوا حلتهم للتقاعد ما هي الأسباب 156 مدعي عام من الكويتين تم الاستغناء عنهم مقابل مع كل الاحترام للوافدين ولكن يتم التعيين بشكل عام أنا أتكلم ليس فقط وزارة الداخلية وغيرها يتم تعيين الوافدين مع كل الاحترام والتقدير لهم أيضا بالنسبة إلى مستشفى الداخلية في كتاب صادر من وزيرة الشؤون والاقتصاد أن إلغاء المشروع وذلك حسب ارتفاع التكلفة المالية ولكن شنو البديل هو الآتي وحرصا منه على متابعة خطة التنمية فإننا نرى إلغاء مشروع مستشفى الشرطة من خطة التنمية 2017-2018 التابع لوزارة الداخلية والبديل بأن يكون هناك تأمين صحي ليس دائما الوزارة تتجه للتوفير ساعات التوفير يكون أنت تعتقد أنك وفرت يكون جهد أكثر زحمة مضاعفة لما يكون لك مستشفى خاص بالتالي أنت توفر على المستشفيات العامة لازدحام وغيرها الحمد لله دولة الكويت منتع شماليا انفقوا عن المشاريع المستشفيات المدارس الأمور الحيوية كلها رايحين للتقشف آخر شيء متبرعين خارجيا نفتخر في السياسة الخارجية ولكن تبقى السياسة المحلية هي الأبقى والصرف والهدر وعدم الالتزام في قواعد الميزانية صرف مو طبيعي ولا راحت على الأمور الحيوية قالوا لكم والله ما عندنا تقشف تقشف يفترض رئيس الوزراء التنسيق مع جميع الوزراء بتحديد أوجه الصرف وعدم البذخ والبذر نشوف نحن فيه تبذير فيه إصراف فيه بذخ في الأموال فبالتالي يفترض أنفاقها على الأوجه الصحيحة وعدم إلغاء هذا المشروع وهم طلبوا منكم أن نرى بإلغاء المشروع على طول الوزارة تعتمد للغاء شنو الهدف أما النقطة الأخيرة سوف نسق مع بعض النواب الأفاضل بتقديم قانون مثل ما موجود في وزارة الدفاع نمرسون بالقانون 136 لسنة 1992 بإصدار قانون محاكمات العقوبات العسكرية لهيئة القضاء العسكري يفترض نفس الموضوع موجود في وزارة الداخلية ليأخذ حق حقه لموجود في وزارة الدفاع يكون موجود أيضا في وزارة الداخلية وأختم مثل ما بديت على وزيرة الداخلية وسوف أتابع معه بالنسبة للترقيات أمي واحد عليه أن يراجع الملف مرة أخرى حتى لو كان القانون والقرار الوزار يعطيك بالاختيار ولكن هل المقابلات كانت بالتساوي؟ هل في شخص قابله خمس دقائق واحد ممكن ربع ساعة والأسئلة متساوية ولا لا أنا الآن أسأل وراح أتابع بأسئلة برامانية ومع الوزير كذلك أيضا هل هم التزموا بالأقدمية ولا لا بالنسبة حق حركة الاختيار والترقيات لذلك هذا الموضوع سوف أسلط الضوء عليه مع وزير الداخلية مبارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر